مجلس الأمن يعقد الليلة جلسة للنظر في خطر تصرب النفطي من خزان صافر ويجدد عمل بعثة مختصة من حديدة المنظمة الدولية للهجرة تقول إن عشرات الألاف من المعجرين غير القانونيين انقطعت بهم السبل في اليمن ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل عدد من قياداتها في معارك متواصلة مع الجيش في جباتي العبدية وقانيا بالبيضاء أهلا بكم إلى هذه النشرة والتي نخصصها لشأن اليمنية يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في خطر حصول تصرب النفطي من خزان النفط العائم صافر والراسي في المياه الإقليمية اليمنية مقابل ميناء رأس عيسى وشواطئ الحديدة والذي يهدد بحدوث تلوث بيئي في المنطقة وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تمنع الاقتراب منه بل وهددت بتفجيره أعلنت مؤخرا بعد ضغوط يمنية وإقليمية ودولية عن موافقتها على السماح لخبراء أمميين بزيارة الخزان العائم وتقييم الأضرار التي لحقت به خلال الأعوام الماضية وأيضا إمكانية تأمين سلامته فيما رأى وزير الإعلام اليمنية أن موافقة الميليشيات على معينة فريق أممي للناقلة ما هي إلا مراوغة سياسية جديدة تستبق جلسة مجلس الأمن إذن التحذيرات تتصاعد من وقوع كارثة بيئية وشيكة جراء تهالك خزان صافر النفطي سنستعرض هنا على هذه الشاشة هذا الخزان الخزان النفطي العائم يقع في منطقة رأس عيسى قبالة محافظة الحديدة في البحر الأحمر وتبعد ثماني كيلومترات عن شواطئ اليمن هو عبارة عن باخرة عائمة تستخدم لتفريغ النفط الخام القادم من حقول صافر النفطية في محافظة مأرب والتي تبعد مائة وسبعين كيلومترا شرق العاصمة صنع هذه الناقلة النفطية صنعت في اليابان عام الف وتسعمائة وستة وسبعين دخلت الخدمة في اليمن في عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وبعد ذلك تم تحويلها إلى خزان عائم لتصدير النفط اليمني المقتشف حينها من حقول مأرب وذلك بطاقة تخزينية تصل إلى ثلاثة ملايين برميل السفينة صافر يوجد فيها حاليا مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام في مايو الماضي حصل حادث طارئ في الخزان تمثل في حدوث سقوب بأحد هذه الأنابيب نتيجة قدمها وعدم صيانتها نتج عن ذلك تصرب المياه إلى غرفة المحركات وذلك بسبب انتهاك الأنابيب أو تهالك الأنابيب وهيكل الخزان ما ينذر بغرق أو انفجار السفينة أما الميليشيات الحوثية فقد رفضت طيلة الفترات الماضية كل الوسطات من أجل إدخال الفرق الفنية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للناقلة صافر هذا يقودنا إلى المخاوف الدولية من أن أي تصرب في هذه النقلة قد يتسبب بكارثة بيئية في مياه البحر الأحمر ستتأثر به دول المنطقة كاليمن والسعودية والسودان وجيبوتي وإيرتريا ووفقا للتغديرات سيحتاج اليمن في حال وقوع التصرب النفطي إلى معالجة أضرار كارثة تلوث بحرية وذلك لفترة طويلة من الزمن قد تزيد عن ثلاثين سنة مقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي سياق آخر جدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق التهدئة في الحديدة والتي تعمل بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفث وذلك لمدة عام آخر وكانت البعثة قد تأسست بعد اتفاق ستوكولم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن وقف القتال في الحديدة أواخر عام 2018 حيث تضم البعثة لجنى فرق مراقبة إعادة انتشار للقوات وتشمل مراقبين من الحكومة والحوثيين الذين يواصلون خروقاتهم للاتفاق وفقا لمصادر عسكرية حكومية من القاهرة ينضم إلينا الدكتور فارس ألبي الأكاديمي والبحث والمحلل السياسي اليمني أهلا بك دكتور فارس معنا يعني أولا سنبدأ من هذه الموافقة من قبل ميليشيات الحوثي على دخول خبراء في موضوع خزان سافر هل برأيك هذه مراوغة جديدة من ميليشيات الحوثي هل ستؤثر على جلسة مجلس الأمن المرتقبة أم أن لن يكون لها أي تأثير مساء الخير بالتأكيد هي مراوغة وهو النهجة التي اختططت ميليشيات الحوثي منذ نشأتها حتى هي دائما ما تبحث عن مساحات للمناورة ومساحات للتمرد على كل الاتفاقات التي تحدث واستطاعت ميليشيات الحوثي خلال مسيرة التفاوض السياسي طوال الخمسة الأعوام الماضية على الأقل أن تخلق دوائر للهروب من هذه المشكلة إلى المشكلة الأخرى وهكذا وكأنها وجدت الآن في صافر فرصة جديدة للمناورة مناورة المجتمع الدولي بعد أن اتخذت منها ورق الضغط ورق الضغط مهمة على المجتمع الدولي وعلى الحكومة الشرعية وعلى التحالف وما تزال تبتز المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة بهذا الإعلان الحش حول أنها ستستقبل فريقا للصيانة مع أنها قد رفضت منذ أشهر طويلة أن يصل الفريق إلى السفينة وأنضى في القرن الأفريقي فترة ما ولم يستطع الوصول ميليشيا الحوثي عندما تأكد لها أن مجلس الأمن وأن هناك خطوات جادة ربما ستؤثر في هذه القضية اتخذت هذا الإعلان كبالونة اختبار والغريب أنه لم يحدث شيء من بعد الإعلان حتى اللحظة وفي الوقت القليل القادم سينعقد مجلس الأمن وقد أثر هذا الإعلان بشكل كبير على أداء وحتى على بيان مجلس الأمن الذي سيصدر هذا ما تريده ميليشيا الحوثي ماذا تعني بتأثير؟ حتى لغا قوية في البيان القادم يعني روسيا الولايات المتحدة الصين وغيرها من هذه الدول المهمة وبريطانيا أيضا حذرت من انفجار هذا الخزان وبالتالي كيف سيكون موقف هذه الدول اليوم في جلسة مجلس الأمنة هل نتوقع قرارات مهمة أو مشروع قرار مهم؟ هو كان الاتجاه من مجلس الأمن أن يكون هناك ضغط على ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق بالوصول إلى السفينة للصيانة هذا كان غاية الضغوطات الدولية طوال الفترة الماضية والغريب أيضا أن الأمم المتحدة قد حاولت منذ زمن طويل حتى بمعزل عن الحكومة الشرعية للأسف أن تعقد بعض الصفقات مع ميليشيا الحوثي منها سحب هذه السفينة إلى دول مجاورة بغرض تفريغها هناك أو استبدالها بمعنى أن كان هناك محاولات عديدة وكانت ميليشيا الحوثي تماطل في هذا الأمر ولما فشلت كل هذه الخطوط الوسيطة لجأت ميليشيا الحوثي إلى الرفض المطلق وهي تدرك بعد ذلك أن الدول والمجتمع الدولي سيضغط عليها ثم تعود للخطوة الأخيرة وهي السماح للفريق بالوصول إلى السفينة ومع ذلك أعتقد أن ما سيتخذه مجلس الأمن إلا أني أعتقد أنه لن يذهب أبعد من الترحيب بهذه الدعوة والتجديد على أن يكون هناك مجال سريف يعني لا تتوقع موقف قوية من جهة المجلس الأمن اليوم تجاه ميليشيا الحوثي طيب هل برأيك دكتور فارس ما هي أدوات الضغط الأخرى على ميليشيا الحوثي في هذا الموضوع موضوع خزان صافر المشكلة الأخطر في هذه القضية في التصوري أنه ينبغي على المجتمع الدولي عزل قضية صافر عن المشكلة اليمنية تماما لأن ميليشيا الحوثي الآن وجدت في هذه السفينة وفي هذا الخزان الذي يمثل كارثة بيئية فرصة جديدة للتهرب من استحقاقات الملف اليمني ومن استحقاقات التفاوض السياسي إلى قضية أخرى قضيتهم المجتمع الدولي وبالتالي هي قادرة على التعاطي مع هذه القضية والدخول في متاهات جديدة بعيدا عن التزاماتها وبعيدا عن انتهاكاتها على الأرض التي تسيطر عليها وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك هذه الحقيقة وقد تنبهت الحكومة الحقيقة ودعت إلى ضرورة أن يكون معالجة هذا الأمر معالجة بيئية بدرجة أساسية ليس لها علاقة بمسار التفاوض السياسي هذا مهم وهذه نقطة جوهرية الأمر الآخر على المجتمع الدولي أيضا أن يضغط على ميليشيا الحوثي في مسألة تنفيذ حتى اتفاقات الحديدة المعطلة المهشمة التي تآكلت كما تآكل خزان صافر للأسف وما يزال مجلس الأمن يمدد لجنة الرقابة في الحديدة دون أن يكون لها أي عمل وبالتالي إذا أراد المجتمع الدولي حل هذه المشكلة على الأقل خزان صافر فإنها لا تنفصل أبدا عن منطقة الحديدة وعن اتفاقات الحديدة بشكل كامل أنا أعتقد أنه لا بد أن يكون هنا خطوات عملية لإنجاز هذا الملف برمته أما الدخول في تفاصيل صغيرة فإنها تستهوي ميليشيا الحوثي لخلق دوائر من التيه للمجتمع الدولي وبالتالي إفراغ القضية من أجنداتها الحقيقية شكرا جزيلا لك من القاهرة كنت معنا الدكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني شكرا جزيلا لك قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأم المتحدة إن عشرات الألاف من المهاجرين غير القانونيين انقطعت بهم السبل في اليمن وتم حجز أعداد كبيرة منهم ونقلهم داخليا بالقوة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا في أوساطهم ومخلطهم المنظمة الدولية أوضحت أن ألاف المهاجرين غير القانونيين نقلوا في حافلات أو شحنات من السواحي اليمنية التي وصلوا إليها إلى مدن مثل عدن ومأرب حيث تقطعت بهم السبل معربة عن قلاقها من تفشي وباء كورونا في اليمن الذي يعاني من تضهر الخدمة الصحية وأيضا طعف إمكانيات فحص الوقاية مرجحة أن يكون العدد الفعلي للإصابات بالفيروس أعلى بكثير مما يكشف عنه أو تكشف عنه التقارير الرسمية خلال السنوات الست الماضية أصبح اليمن ملاذا غير آمن للمهاجرين وقد زاد كوفيد-19 الأمر سوءا باتوا يحملونهم مسؤولية نقل الفيروس ويتعرضون نتيجة لذلك للتهميش والعنف وبالإضافة إلى نقلهم من مكان إلى آخر بالقوة فقد أدت مخاوف تفشي الفيروس في اليمن إلى تعرض المهاجرين لسوء المعاملة اللفظية والجسدية والاحتجاز وتقييد حركتهم الكثير منهم باتوا ينامون في العراء أو داخل مباني مهجورة يتعرضون فيها لمزيد من المخاطر ما عندي شيء مكان ما في نوم ما في عكل ما في شيء هذا كله تعبان كله تعبان يا أكي مرة تعبان لكن عكل ما في مرة ولا ميام ولا أي شيء عكل ما في مرة ما في نوم من نوم كارتون هذا حق إشارة ما في نوم يا أكي مرة تعبان كله نفر هذا تعبان أنا تعبان يا أكي من القاهرة ينضم إلينا مراد الغارتي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية ورئيس منظمة تمكيل التنمية وحقوق الإنسان أهلا بك سيد مراد معنا يعني أولا سنبدأ فيما يتعلق بالمهاجرين الأفريقى يعني هل لديك تقديرات بالأرقام المتعلقة بعددهم وأيضا فيما يتعلق بكيف يدخلون إلى اليمن ومن أي منافذ مساء الخير في الحقيقة المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي في الغالب هناك خيجرة مختلطة تتم من قبل هؤلاء تتم من قبل هؤلاء الأفريقى من أثيوبيا والصومال في الغالب القادمين من الصومال هم طالبي لقوه بينما القادمين من أثيوبيا هم مهاجرين ويعتبرون اليمن كبلد عبور إلى دول الخليق ودول أخرى الذي يبحثوا فيها عن عمل أو الذاهبين إليها للبحث عن عمل هناك طبعا التقارير تشير إلى حوالي 130 ألف مهاجر دخلوا اليمن خلال العام 2019 وهناك حوالي ما بين الألف والألف وخمسمائة شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية شهر أبريل ومايو ويونيو هذا حسب التقارير المنظمة الدولية للهجرة وبالطبع هذه الأرقاب غير دقيقة لأنه يتم تهريب هؤلاء عبر منافذ مختلفة ونحن نعلم أن الشريط البحري لليمن كبير وواسع ولكن السيطرة على هذه العبليات التي تتم بالتهريب بالنسبة للقادمين من القناة الأفريقي هناك أيضا ما يتعلق بمراكز الاستقبال أو مراكز الاحتجاز على الشريط الحدودي ليس هناك سواء غير مركز واحد أو مركز واحد في عدن ومركز آخر في أبيان يتم استقبال هؤلاء المهاجرين أو الذهاب المهاجرين لتلك المراكز لكن بالأخير هذه المراكز تدار من قبل القهات الأمنية أو القهات الأمنية الرسمية التابعة للحكومة الشرعية ولا تدار من قبل القهات المدنية وبالتالي هناك إشكاليات كثيرة في إطار هذا الموضوع في كل عام بالطبع في هذا الموسم من كل عام يزداد عدد المهاجرين إلى اليمن واللاقين أو طالبي اللقوة في اليمن وهم خلال هذه الثلاث الأشهر أبريل ومايو ويونيو بسبب الأقواء البحرية المستقرة يستطيعون الوصول إلى السواحل اليمنية عند وصولهم إلى السواحل اليمنية إما يتم تهريبهم إلى مناطق عبور إلى دول الخليق أو يتم احتجازهم من يتم الامسك كيف في ظل هذه الأشواء الموجودة في اليمن يتم عبور هؤلاء إلى دول الخليج طبعا خلال الفترة الماضية نقص كثير بسبب إغلاق المنافذ وإغلاق وسائل التنقل خف كثير خلال الثلاث الأشهر أو الأربعة شهر الماضية بسبب كورونا لكن عملية التهريب ما زالت مستمرة أما التنقل الداخلي فلا أحد يلتفت إليهم خاصة إذا تنقلوا في بناطق يمنية مختلفة ولكن مع قائحة كورونا بدأت الأمور تشتد أكثر وأكثر أمنيا بملاحقة هؤلاء المهاجرين حتى لا ينقلوا كورونا حسب إفادات القهات الرسمية وحتى حسب التهمة التي تتوقها ميليشيات الحوثي لهؤلاء المهاجرين وميليشيات الحوثي حينما تقوم بالإمساك بهؤلاء خلال الفترة الماضية تقوم بتهجيلهم إلى مناطق تواقد الشرعية كما اتهمتهم من قبل وكان أول حالة وفاعلنت عنها ميليشيات الحوثي لشخص صومالي وعرضت الكثير من هؤلاء المهاجرين واللاقيين لعمليات العنف وعمليات التمييز العنصري بينما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية يتم تقمعهم في محاولة لاستقرار أو لإقرار أوضاعهم في تلك المناطق ولكن بالأخير ما زالت كل العمليات المساعدة المتعلقة بهؤلاء المهاجرين ضعيفة وما زالوا يعانون الكثير من الإشكاليات وأيضا الخوف من أثناء وجودهم أو تجمعهم من انتشار وباء كورونا فيما بينهم ثم عند خروجهم ربما أو تأهربهم الحقوقية سيد مراد نعم يعني بعض التقارير الحقوقية تحدثت عن عمليات ابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي لهؤلاء المهاجرين تصل إلى ابتزازهم حتى يتم تجندهم في جبهة القتال ما مدى دقة هذا الكلام وتفاصيل حول هذه العمليات بالطبع هذا يحدث وخصوصا عندما بدأت المنظمات المدنية برصد هذا الموضوع خلال العام الماضي عندما تم احتجازهم في أحد الملاعب في محافظة أب أو في مدينة أب تحديدا كان هناك حوالي 3500 شخص مهاجر وطالبي لقوء تم احتجازهم في ذلك البلعب وكان من بينهم الكثير من الأطفال وأيضا من حاولوا الهروب تم احتجازهم في عدن أو هروبا من تسلط ميليشيات الحوثي هي تضغط عليهم كثيرا على كثير من المهاجرين واللاقيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى منافذ العبور ومنافذ الخروب أو هي بالأصحية تمنعهم وتعيدهم إلى مناطق تجمع معينة ويتم الضغط عليهم للذهب إلى أماكن القتال وأيضا إغراءهم ببعض الأموال بمئة دولار في الشهر تعطيهم مقابل الذهاب إلى قبهات القتال أو مقابل سلة الغذائية تعطيها لأسرهم هناك من المهاجرين واللاقيين الذين انتقلوا مع أسرهم فهي تقوم بابتزازهم وتضغط عليهم وترهيبهم أو ترغيبهم من أقل الضغط عليهم للذهب إلى قبهات القتال ولكن خلال هذا العام منذ بداية قائحة كورونا ميليشيات الحوثي لم تعد تضغط على هؤلاء لأنهم رفضوا الذهاب إلى قبهات القتال باستخدامات آلية أخرى وهي التمييز وزرع الكراهية ضدهم واستخدام العنف ضدهم من قبل المجتمعات المحلية وأيضا من قبل الميليشيات التابعة للحوثي شكرا جزيلا لك من القاهرة كنت معنا مراد الغرطي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية شكرا جزيلا لك اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل عدد من قياداتها وعناصرها الميدانية في معارك ما زالت متواصلة مع قوات الجيش الوطني في جبهة العبدية وقانية بالبيضاء وفي صنعاء أكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي شيعت مؤخرا أكثر من مائة من عناصرها معظمهم من صغر السن لقوا مصرعهم في جبهات مأرب والبيضاء والجوف وأن الميليشيات أفرغت ثلاجات الموتى في عدد من مشافي العاصمة لإفساح المجال أمام أعداد جديدة من جثث قتلاها تصل اتباعا من الجبهة المحاذية لمأرب حيث تواصل حجد المئات من المغرر بهم والدفع بهم إلى معركة وصفت بالخاسرة ودائما حول التطورات الميدانية ينضم إلينا من قانية موفد الحدث محمد العرب مساء الخير محمد إذن المعارك ما زالت متواصلة في قانية وأيضا فيما تعالق بطوق مأرب تحدثنا عن الوضع الآن نعم إن جهي الميليشيات الإقلابية طوال 48 ساعة الماضية كانت تبث إشاعات وعبر وسائل الإعلام إنها وصلت إلى حدود مأرب وأكد لك من هنا من قانية أن ميليشيات لم تستطع أن تصل إلى الحدود الإدارية لمحافظة مأرب وأن القتال كله يدور في مناطق محافظة البيضاء سواء في ناطق أو نعمان أو قانية أو المناطق المتاخمة العبدية من جهة البيضاء إذن المعلومة المؤكدة أن ميليشيات والمعارك كلها تدور في البيضاء وليس في حدود مأرب هذه أولا أما بما يخص صرواح فإن ميليشيات بنا صعب جدا أن تتقدم لسبب بسيط أن المناطق المرتفعة هي في قبضة جنود المنطقة العسكرية الثالثة وما يصطلح عليه عسكريا المناطق الحاكمة بمعنى أن أي هجوم سيكون رده استباقيا من خلال تنفيذ استراتيجية الردع الاستباقية لعناصر الميليشيات التي تحاول أن تتسلل اليوم الميليشيات تشتغل بمنظومة مكونة من ذراعين منظومة إعلامية تبث عشرات الشائعات ليلا دوما تبث بعد الساعة الثانية عشر ليلا بكل وسائل الإعلام أو الواتساب أو الأنترنيت أو الفيسبوك أو تويتر إنها في معرب وعندما يأتي الصباح ونبدأ بجولتنا مع الجنود المنطقة العسكرية الثالثة والسابعة لا نجد لهم أثر إذن معرب بعيدة عن الاشتباكات وكل ما يقال عن الاشتباكات هي داخل حدود البيضاء وأيضا في صرواح الملقبة شعبيا ببوابة صنعاء نعم طيب في دقيقة واحدة ما يتعلق بحركة النزوح محمد طبعا هناك حركة النزوح يعني شهدتها المرحلة يعني اليومين الماضيين تصل إلى أكثر من مئة عائلة أغلبهم عائلات يمنية من محافظة الجوف هناك أيضا موضوع مهم ثلاثة آلاف صومالي وأفريقي أغلبهم صوماليين موجودين في الجوف يتعرضون لكل أنواع الانتهاكات من احتجاز قصري إلى القيام بأعمال حربية مساعدة كأمور العتالة وحفر الخنادق للميليشيات الانقلابية أيضا دعيني أن ننفرد بخبر مقتل عقيل المؤيد وهو رأس الميليشيات في شرق الحزم قتل قبل ساعات من الآن وتأكدنا من الخبر من خلال مواقع الإلكترونية مقربة من ميليشيات الانقلابية ونعوه بطريقة مبالغ فيها مما يدل على أهميته استقدم من صعدة ليدير المعارف في شب صلعان فقتل على يد جنود المنطقة من قانيا موفد الحدث محمد العرب شكرا جزيلا لك الأخبار من الحدث مجلس الأمن يعقد الليلة جلسة للنظر في خطر تصرب النفطية من خزان صافر ويجدد عمل بعثة المختصة بالحديدة المنظمة الدولية للهجرة تقول إن عشرات الألاف من المهاجرين غير القانونيين انقطعت بهم السبل في اليمن ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل عدد من قادتها في معارك متواصلة مع الجيش في العبدية وقانيا بالبيضاء شكرا لكم وإلى اللقاء